في المدرسة الابتدائية ذهب الغربية لليوم الثامن على التوالي تتعطل الدروس وتؤجل العودة المدرسية بهذه المؤسسة التربوية لاحتجاجات أولياء التلاميذ على خلفية أسباب متعددة تراكم البعض منها منذ سنوات دون حل نهائي وجذرية تعلق بالخصوص بتوفير الإطار التربوي في الوقت المناسب عند افتتاح السنة الدراسية يجيبونا معلمين كفاءة مبدئين على الأقل باشن دماره الذين يقروا واحد ويزميله بالبارك نحوه مغادي محلول على القسم التحذيري وصدقني توفيه لفعيل وكان طلباتنا واضحة هي غياب المعلمين نقص معلمين كنا طلبنا هذا سيد المدير متفعلش معنا الجملة عندنا ستة سنين ومديرة معي أني واحد من الأولياء عندي ستة سنين قروه صغاري وصغار جمعه كل ما فيه مشت واحد من الأولياء عماله معه حتى دريش فهمه وحكي معه علاش المندوب ما جيش عندي ستة سنين وسبعة سنين انتبع في المدرسة هنا في صغاري مع عمرة جي المندوب ومع عمرة جي مسؤول من المندوبية باش يحكي على يشوف التلاميذ ولا يشوف النواقص ولا يشوف حاجة الإدارة الجهوية للتربية بولاية تطوينة تؤكد من جهتها هذا الإشكال المتمثل في عدم التحاق التلاميذ بأقسامهم إلى حد اللحظة مشيرة إلى بذل جهود متعددة لإيجاد حل لهذا الإشكال حقيقتها أن المدرسين وإطار التدريس وإطار الإشراف موجود في المدرسة هنا من يوم 14 سبتمبر تم تزديد الشغرات المتعلقة بزملائنا في مستوى المدرسة نحب أن أكد أنه موجود ستة مدرسين موجودين في مستوى الفارطة تم أيضا تسوية وضعية أحد الزميلات موجودة في المدرسة وتم تعيين زوز من خرجي علوم التربية في إطار تزديد الشغرات في المدرسة الابتدائية ذهب الغربية هذا العام وضعية استثنائية رغم ما بذلوه أولياء من مجهودات ذاتية بتبرعاتهم لتهيئة المدرسة ما يجعل الأمر يتطلب مزيد المجهودات لتقريب وجهات النظر حتى لا يخسر التلميذ مزيدا من الوقت ترجمة نانسي قنقر